لم ترفع الراية الحمراء في العراق ردا على هجمات أربيل كما رفعتها إيران دعوة للثأر عقب التفجيرات التي استهدفت قبر سليماني في كرمان ستة مصابين وأربعة ضحايا قتلوا بأربيل لا تزال دماؤهم حارة لم تجف في المكان الذي ادعى الطهران أنه مقر للمساد لكنها في الحقيقة أبادت أسرة بكاملها أصغر فرد فيها طفلة بعمر عام واحد وفي الفعل ورداته اكتفت حكومة السوداني بالتوجه إلى مجلس الأمن لشكوى طهران واستدعت سفير الأخيرة في بغداد للاحتجاج شكوى يؤكد خبراء قانونيون أنها شكلية لا سيما أنها ليست المرة الأولى حيث لجأت حكومة عادل عبد المهدي إليها في العاشر من كانون الثاني 2020 دون أن تفضل أي أثر يذكر أربع سنوات مرت لم يتغير شيء في سياسة الأحزاب في العراق تجاه إيران بل تعمق نفوذ طهران وميليشياتها أكثر وباتت هي المتحكمة بالمشهد بأكمله ويبين الخبراء أن هذه الخطوة على رمزيتها إلا أنها لن تقدم شيئا لأربيل أو الضحايا أو لمصالح العراق والتي تعتبرها إيران هامشية في سبيل تسجيل موقف وتحريك ساكن بالحديث عن قصف أمريكا أو إسرائيل في العراق هذا القصف كما تشير الوقائع لم يكن خطأا حيث قصفت إيران في ذات الوقت الذي قصفت فيه أربيل قصفت مناطق بإدلب بحجة تنظيم داعش لكن الحقيقة كما يؤكد الدفاع المدني في سوريا أنها استهدفت مركزا طبيا ومنازل لمدنيين لا أكثر على الجانب الموازي يؤكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن إيران تتجاوز على العراق بأعذار غير مقنعة ومستهترة تريد فيها التغطية على فشلها داخليا وخارجيا وفيما ينتظر العراقيون الرد من قبل السلطات في بغداد ومحاسبة إيران أو تقديم اعتذار منها على الأقل يبدو أن أمريكا هي الأخرى مجغولة بجبهة أكثر أهمية لها في البحر الأحمر تركت إيران وميليشياتها للتوسع فيها وتريد حاليا لملمة الفوضى والحرائق هناك دون رد حاسم ينهي الفوضى التي كبرت على عينها في العراق